برأيي أنا بس فيها تكون جزء من الحرب النفسية يعني إنه فيقول الرئيس برم التفقين بس نحن عم نسمع تصريحات وليد جومبلات لن نقبل بمرشح تحدي أنا رح ضفلك هون أنا قلت لقاءه مع أنجريو مبارح وعا كل حال في ناس بتعرف التابع السياسي وعنده مصادر معلومات فيها تتأكد إنه أنجريو بمقاربة الرئاسية معه لازالت تتحدث عن سليمان فرنجي كخيار وحيد على الطاولة بظل ما هو متاح من أسماء ومن مرجعين الأمر الثاني إنه وليد جومبلات بمقاربته للملف الرئاسي يحاول أن يراعي بحساباته الذاتية ثلاثة أمور كما يقول الأمر الأول إنه هو بحاجة لدعم مالي من السعودية وإنسجام سياسي معه الأمر الأول الأمر الثاني إنه هو ورث ابنه تيمور ويريد أن يراعي رغبة تيمور بالخيار الرئاسي القادم ويقال بن مزدوجين أنه تيمور قال له أنا بنتي عمره 13 سنة كيف بدي إقناعها بهذه النوع من الخيارات الرئاسية السبب الثالث أنه موقفه يريد أن يكون منسجما مع موقف الطرفين المسيحيين شريكيه في منطقة الجبل أنا بتمنى أنه هالأسباب الثلاثة تكون حقيقة هي دوافع موقف ولكن الرجل بالأخير بيفهم بالمتغيرات الإقليمية والدولية وأفضل من يتلقف كلمات السر إذا وجد أن السيل منطلق وأنه أي حدا لازم يحيد حاله عن قوة دفع السيل بيمشي بما يكيف مصالحه مع المعطى الجديد وبيحيد حاله عن دفع الأثمان أما بموضوع القوات والسعودية وهيدا مهم لعم تطرحي دكتور جاجع جرى بيقول أنه نحنا سياديين بقرارنا اللي بنتخذه وقال ما معناه إذا أنا فهمت عليهم أنه حتى لو السعودية طلبت مننا نحنا ما منمشي وبالتالي الرجل عنده موقفه النابع من قناعته ومن أسبابه الذاتية لدرجة أنه بقول للمملكة العربية السعودية لا وهذا أمر إيجابي أنه نشافه وإذا تطبق فعلا بنحترمه إضافة إلى اللي نحنا بنحترمه سياسيا بأيضا الإطار ولكن من قال أنه الموقف السعودي بالموضوع الرئاسي محصورة قراءته فقط من عند الدكتور جاجع من قال أنه نحنا يمكن نوصل للحظة يفترق فيه الموقفين أو يترك للدكتور جاجع هامش خاصة أنه هو لأكتر من عشر سنوات كل قوته التنظيمية وحضوره الفاعل بالساحة النيابية والسياسية نابع من التمويل السعودي أو من الاستثمار السعودي بحزب القوات بس واضح أنه المرحلة الجديدة على الخطاب السعودي بلبنان والمنطقة لا تنسج من استمرار تمسك القوات بالخطاب القديم لأنه يبدو أنه الماضي ما رح يدوم ست رتا وأنه اللي جاي على المنطقة بدو يخلي القوات يحترموا معاني الشراكات والطلاق خاصة أنه مشروع الدوعشي والإخوان المسلمين والاستثمار بالفتن السنية الشيعية وهو ذي ثلاث عنوين كان في عالم على مدى عقد من الزمن تكتسب شرعية حضوره من خلال هكذا ملفات راهنت عليها دليلي على هيدا الأمر أنه حزب طويل عريض عنده 18-19 نائب رايح يطلط وراء مشروع فتنوي بخلدي ما عاد إلو روح ولا عاد إلو أسباب ولا عاد إلو بيئة حاضنة والدليل أنه أهل خلدي بزيتهم طلعوا بقلب الخيمة ليقولوا نحنا لا نريد أن نستثمر بالفتنة وبالتالي الخيبة على الحزانة الذين أتوا من جديد ليبحثوا بإرث الفتن السنية الشيعية لكن المنطقة رايحة على مشهدي جديد وبالتالي هذا النوع من الاستثمار أصبح خاسرا أما الأمر الثاني بكير على الحزن والفرح يا دكتور لا أنا بس في أمر تاني ملف النزوح رأيتها قبل قبل ما أقول لا لا بالسياسي هلأ بيردي على موضوع القوات وأنا هلأ بحترم لبسك البرتقالي وشيشتك البرتقالي لأقول أنا أنه في هذا المكان بالذات الموقف المبدئي من ملف النزوح بلبنان لا زال هو هو من 12 سنة أما الجديد اللي فاتوا هلأ على المخاطر وهلأدعم يتقدموا على الجميع بإثارته والاستثمار فيها كانوا مبارعا بيقولوا ما بيرجعوا النازحين وبلسان كبيرهم إلا لتقيموا بشار الأسد فيك تطلع الفيديو بال2019 ستريتا وبالتالي أنا عم بعطيكي أمثلي عن خيبات اللحظة القادمة ولماذا المنطق السياسي اللي عم من ناقشه مربك إلى هذا المستقل برأيك كان مربك وبرأيك أنه قد يكون بعيد عن الجو المستجد بالمنطقة أو مش بعيد بركي ما بدو يتقبل هذا الجو المستجد كمان كمان عنا تجارب ستريتا 1984 1988 عظيم يا دكتور فليحكم الإخوان داعش وجهة نظر وفيك كتير تحطي أمثلي بهذا الإطار بس آخر شي دكتور لا السعودية ورح تجي تنتخي بسليمان فرنجية ولا فرنسا اللي كتير محمستله ورح تجي تنتخي النواب هني اللي بد آخر شي في النواب وآخر شي في معركة نصاب وآخر شي اللي بدو يعمل الرئيس جمهورية في يقول إنه معي 65 صوت وهلأ بدي أحسبهم على الورقة والقلم معك يعني تكبير الحجر هالقد و65 صوت وين إني بس آخر شي في 86 من دون التيار أو القوات ما في انتخاب نحنا ولا لحظة بهذا الدقاش عم نتجاوز الاعتبار الداخل لا بس في يعني في شعور دكتور مش عم بحكي عن حضرتك بس في شعور اليوم عند المكون المسيحي وعند الجمهور اللي عم بتبانى إنه خلاص صار فيه هيك مغالات لدى البعض إنه فيكن وبلايكن نحنا منجيب رئيس ومنطلع رئيس وخلاص التسوية مش شيت بتحبوا تفوتوا أهلا وسهلا ما بتحبوا خليكم بره مش مقبول هيدا الوانطق هو أصلا محاولة تظهير الأمر إنه إرادة إلغاء للآخر الشريك غير صحيح يعني في محاولة تظهير الأمر بطريقة وكأنه لا نحترم فيها رغبات المكونات الدقلية بالعكس ما حدا قال ولا يوم ستريتا إنه كتل أساسية بالبلد مثل القوات والتيار معنية بالاستحقاء الرئاسي لكن اللي عم ينقال حقيقة أن موقف هاتين الكتلتين المسيحيتين غير كافي لكي يكون سليمان فرنجية لا يملك شرعية أن يترشح وأن ينتخب لا مسيحيا ولا وطنيا هاني أشنيها مارتن مارتن عظيم أنا أصدي أنا أقول أنا أسألك بها النقطة تحديدا دكتور لما بيطلع سليمان فرنجية بيقول بحذر المسيحيين من برد كركة أنه انتبهوا التسوية قادمة وما تعملوا مثل ما عملتوا بغلطة الطائف وسنة التسعين وإلا المسيحية رح يدفعوا الثمن لما بيطلع الشيخ نعيم قاسم يقول إما الفراغ وإما سليمان فرنجية لما بيطلع الشيخ هاشم صفي الدين يقول أنه هات تسوية انتبهوا يا بتمشوا فيها مثل ما هي اليوم يا أما رح ترجع تمشي بس رح تاخدوا أقل مما هو معروض عليكم كيف ما بيكون في هذه منطق كما يقرأ البعض منطق بالعنجية والاستقواء على المكونة أولا أنا بتشكرك عهو ثلاث ملاحظات لأنه مهم جدا أن نوضح بأي خلفية طرح الكلام بمعلوماتي وبفهمي السياسي واضح تماما بينقال دائما أنه حينما تتطفق الأمم أو يتطفق القبار نحن رأسك أمام العاصفي ونحن بلد صغير مربوطين بإحكام بكل أسف بالمتغير الدولي والمتغير الإقليمي والوجود المسيحي بلبنان دائما نحن متفقين ونفتخر أنه وجود يعطي لبنان غنى حضاري وهذا لا نقوله مزايد أو مجملي نقوله فعل إيمان بتاريخنا وبانتمائنا الوطني لا بل أنه هذه الهوية اللبنانية ميزتها أولا أنه فيها هذا المزيج المتنوع وميزتها الثانية أنه هذا البلد الوحيد بكل المنطقة العربية اللي فيه على رأسه رئيس مسيحي وبالتالي هذا الوجود لكي نحافظ عليه بظل التحديات اللي مرأ فيها من أكتر من 30 سنة إلى هلأ لا يكفي أن نقول به شعرا من لما جاء إجا ديم براون وقال له للراحل الرئيس سليمان فرنجية هاي البواخر جاهزة اللي بده يفل كل المسار للحظة داعش واللي عملته بمسيحية العراق والمنطقة للمعرك المشرفة اللي خيضت بسوريا واللي كان فيه شرف لقسم من اللبنانيين أنهم خاضوها وقدموا شهداء وحموا الكنائس كما حموا المساجد وعم بيحكي عن حزب الله بالذات وبالتالي الوجود المسيحي في لبنان يتعرض بهيد العقد من الزمن لامتحان البقاء أنا ما بدي فوت بلغة الأرقام ولا بدي إحكي بالإحصاءات اللي سربت واللي مبنى عليها كتير واللي مش مظبوطة أصلا مش مظبوطة قلتلك أنا ما بدي فوت بجدليتها لكن في حقيقة رتا أنه عم بهاجر من البلد مسيحيين ومسلمين وشيعة وسنة ودروز والبلد عم يتعرض لامتحان بتماسكه الاجتماعي والديموغرافي ولروح بقاءه لذلك لما يحذر بأي معنى عم يجي التحذير تحذير عم يجي بروح أنه نحن ممكن انتخاب الرئيس يعيدنا لنحافظ على القواسم الحامي للبلد وعلى رأس الطائف والمؤسسات لكن إذا اختلفنا وتصارعنا قد نذهب إلى خيارات من الدعوة إلى مؤتمر تأسيسي وحينها تصبح الأثمان أكبر